السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجنب ملامسة أي جزء من أجزاء هذه الشجرة جملة بتزيل عبارة تحذيرية مكتوبة على لوحة متسبتة في الأرض أمام أحد الأشكار للوهلة الأولى لو شفت اللوحة دي هيجي في بالك إن التحذير ده حطه صاحب مزرعة على شجرة في أرضه علشان محدش يسرق السمار بتاعتها بس في الواقع التحذير ده مش نابع من الخوف على حياة الشجرة ولا السمار الخوف ده على حياة الناس نفسهم والحقيقة الإنسان مش محتاجي يلامس أي جزء من أجزاء الشجرة دي علشان يعرض نفسه للخطر بل مجرد وقوفه تحتها أو حتى بالقرب منها ممكن يكون كافي جدا لمصائب لا تحمد عقبها أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن الشجرة القاتلة وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول في عام 1999 ميلادية طلعت أخصائية الأشعة نيكولا ستريكلاند علشان تقضي أجازة في جزيرة توباجو الكاريبية الجزيرة دي أقرب لجنة استوية شواطئ ساحرة رمال بيضة نخيل متمايل وبحر فيروزي اللون وكأنك عايش في حلم لكن اللي حصل مع نيكولا أخصائية الأشعة دي في صباح تاني يوم من وصولها للجزيرة حول أجازتها لجحيم لما كانت على الشاطئ هي وحد من صحبها بيدوروا على الصدف والشزايا المرجانية شافت بعض السمار المتناثرة على الشاطئ جز هند على منجة على كم فكهة تانية وما بينهم كان في فاكهة صغيرة أقرب في شكلها للتفاح وبدون ما تعرف الأخيرة دي عبارة عن إيه بالزبط خدها الفضول وأطمت منها أطمع ومن هنا بدأت رحلتها تاخد منعطف مختلف تماما في البداية أول ما دائت منها لقيت طعمها حلو أقرب لطعم التفاح فعلا وبناء على الانطباع اللي ظهر على وشها من جمال الطعم صاحبها هو كمان أخذ أطمع لكن سرعان ما تحول الطعم الحلو في فمهم للزعة حدة وحرقان وكأنهم كلوا فلفل حار مش فاكهة حلوة شوية وبدأت يعنيهم تدمع ويحسوا بضيق في الحلق وتقرحات في الفم والمرية لدرجة أنهم ما باوش قادرين يبلعوا أي حاجة باستثناء المشروبات واللي أصلا كانوا بيبلعوها بصعوبة وكل ما الوقت كان بيعدي كل ما الأعراض كانت بتزيد عليهم بالرغم من أنهم كانوا بياخدوا أدوية خفف الألم وكل دا حصل لهم من أطمع واحدة من فكهة شبه التفاح وبعد حوالي 8 ساعات من العذاب بدأت الأعراض تقل تدريجيا وقررت ستريكلاند أنها تنشر تجربتها المروعة عن غباءها ومحاولتها الصبيانية لأنها تاكل حاجة ما تعرفش أصلها على أمل تحذير الناس من أنهم ما يعملوش زي ما هي عملت وما يعرضوش نفسهم لخطر كان قرب بيها للموت لكن يا ترى إيه هي الفكهة دي وإيه مصدرها وهل اللي حصل لستريكلاند وصاحبها دي كانت حالة ندرة ولا الحقيقة أنهم نجوا من الموت بعجوبة بعد ما حكت استريكلاند عن اللي حصل لها للسكان الأصليين على الجزيرة كانت إيجابتهم سريعة أنت أكلت ثمار شجرة المانشينيل وهي الشجرة المعروفة باسم تفاحة الشاطئ أو الجوافة السامة وده لأن شكل ثمارها يشبه التفاح والجوافة وقديما أشر لها الرحل الإيطالي كريستوفر كولومبوس باسم شجرة تفاح الموت الصغير بل إن اسمها بالأسبانية معناه حرفيا شجرة الموت أو الشجرة القاتلة وبتنتشر النوعية دي من الأشجار في الأجزاء الاستوائية من جنوب أمريكا الشمالية بالإضافة لأمريكا الوسطى ومنطقة الكريبي وبعض الأجزاء من شمال أمريكا الجنوبية وتبقى لموسوعة جنس للأرقام القياسية شجرة المانشينيل هي أخطر شجرة على وجه الأرض سمار الشجرة دي واللي هي أشبه بالتفاح شكلها حلو وطعمها حلو ورحتها حلوة لكن أقل الجرعة منها بتعرض صاحبها للي شفناه مع أخصائية الأشعة وصاحبها بل وأسوأ من كده كمان والحقيقة المرة أن سمارها مش هي الخطر الوحيد اللي بتمثله الشجرة دي كل جزء من شجرة المانشينيل بلا استثناء بيعرض الإنسان لخطر الموت وبأسوأ الطرق الممكنة وده اللي أكده معهد في لوريدا للأغذية والعلوم الزراعية لما صرح المسؤولين أن التفاعل مع أي جزء من أجزاء شجرة المانشينيل ممكن يكون مميت المصدر الرئيسي لخطورة الشجرة بيجي من إنتاجها لعصارة لبنية سمة بتخرج من كل حتة فيها من اللحاء والأوراق والفروع وحتى الفكهة نقطة واحدة من المادة اللبنية السمة دي لو لمست جسم بني آدم بتحرقه وكأنها حامض نزل عليه وتسيب وراها قرح وندوب وألم ملهوش حدود ولو العصارة دي هلما ستعين إنسان بتتسبب له في عمى دائم في التو باللحظة والحقيقة إن الأعراض اللي ظهرت على ستريكلاند وصاحبها من الأطمى اللي خدوها من السمار دي كانت تعتبر أعراض طفيفة لأن المتعرف عليه إن أكل الفكهة دي بيصحبه قيء شديد وإسهال بلا توقف مع ضيق في الحلق وقرح والتهاب حوارين منطقة الفم وصعوبة في التنفس ونزيف في الأعضاء الداخلية وفي النهاية الوفاء وبالرغم إن أخصائية الأشعة نيكولاس تريكلاند ما كانش عندها علم بالشجرة دي ولا ثمارها بالرغم من إنها كانت على أبواب الألفية الجديدة إلا إن السكان الأصليين لمنطقة الكريبي وفلوريدا على علم بيها من مئات السنين بل واستغلوها لصالحهم كمان السكان الأصليين لمنطقة الكريبي كانوا على علم بخطورة الاقتراب من الشجرة دي أو من ثمارها ومع ذلك حولوها لميزة في صالحهم فاعتادوا على إنهم يغمسوا السهم بتاعتهم في المادة السمة اللي الشجرة بتفرزها علشان يحولوا السهم العادية بتاعتهم لسهم سمة يستخدموها في الحروب والمستقشف الأسباني المعروف خوان بون سيديليون واللي اسمه ارتبط بأسطورة البحث عن ينبوع الشباب بيحكى إنه هو نفسه اتأتل بسهم مسموم من عصارة الشجرة القاتلة دي لما كان في رحلة لفلوريدا ونشبت حرب بين قواته وبين السكان الأصليين وخد خوان سهم مسمم من شجرة المانشنيل في رجله وبالرغم من هروبه من أرض المعركة إلا إنه مات في النهاية بتأثير السم عليه وعجب العجبة إنه مش بالضرورة لواحد يقرب من الشجرة ولا يأكل سمارها ولا يلمسها حتى علشان يتحمل عواقبها لو واحد احتمى من المطر تحت الشجرة دي بيعرض نفسه لكل المخاطر اللي اتكلمنا عنها سواء بقى العمى اللي اتكلمنا عنه أو احتراق الجلد اللي حصل لستريكلاند أو حتى الموت زي ما حصل مع بونز ديليون المطر بياخد المادة السمى من فروع الشجرة وأوراقها وينزل بيهم على رأس الضحية المحتمي تحتها ولو حتى مش محتمي تحتها فالمية بتاخد العصارة السمى وتنزل بيها حوالين الشجرة يعني حتى اللي واقف بالقرب منها مش تحتها برضو معرض لخطر الحروق والقرح في كل جسمه أو العمى ولو قلنا بقى خلينا نخلص منها وخدنا فروع أو أوراق أو حتى لحاء الشجر وحرقناه الدخان الناتج عنها سم بالدرجة الكافية لإنه يعمي أي إنسان بالقرب منه نهيج بقى عن استنشاق الدخان نفسه وكتير من السائحين اللي بينزلوا الشواطئ اللي تنتشر النوعية دي من الأشجار بالقرب منها اتعرضوا لإصابات مروعة بسببها خصوصا لما كانوا بيحتموا بيها أثناء المطر والأدهى من كده إن مجرد وقوفك بالقرب منها حتى لو ما فيش أمراض بيعرضك لخطر الاختناق أو الموت يعني ما شاء الله شجرة إيه ما بتعتقش الريحة النفذة للشجرة دي بتخلي أي إنسان يقرب منها لمدة زمنية طويلة معرض لاستنشاقها بكمية كافية لإنها تخنقه خصوصا لو ما كانش يعرف الشجرة دي وأصلها فصلها وفيد الواقف جنبها مدة طويلة وعلشان السبب ده اعتاد المسؤولين أو حتى الأهالي إنهم يحطوا لافتات تحذيرية أمام الأشجار اللي من النوع ده مع التنبيه على خطورة القرب منها أو ملامسة أي جزء من أجزاءها وأحيانا هتلاقي على الشجرة علامة إكس باللون الأحمر وهنا فيه سؤال بيطرح نفسه ليه أهل أو حكومة المناطق اللي بتنتشر فيها الأشجار دي ما يتخلصوش منها ويكفو الناس شرها بالرغم من خطورة الشجرة دي إلا إنها بتلعب دور مهم جدا في النظام البيئي في المناطق اللي هي منتشرة فيها جزرها العميقة بتساعد في منع تآكل التربة والسواحل خصوصا على شواطئ أمريكا الوسطى وبتوفر بيت آمن لأحد الزواحف المحظوظة في عالمنا وهي الإجوانة المخططة اللي بتعيش في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية واللي تعتبر الحيوان اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بمناعة ضد العصارة السمة للشجرة دي علشان تبقى المخلوق الوحيد المحصن من سم شجرة المانشنيل وفي النهاية نسأل الله السلامة والعافية ونحاول نستفيد من درس الأستاذة نيكولا إننا ما نمدش إيدينا على أي حاجة ما نعرفش أصلها وفصلها خصوصا لو كنا في أرض أجنبية فلعل الفاكهة اللي شكلها جميل ورحتها طيبة وطعمها لذيذ تكون سفير للشجرة الأخطر على وجه الأرض شجرة المانشنيل وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن الشجرة القاتلة تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبوا لنا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعالوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية عرفتوا أني عملت قناة بطلع فيها بوشي دلوقتي؟ قناة الشخصية اللي بإسمها عمر عبدين والرابط بتاعها موجود في صندوق الوصف بعمل عليها فيديوهات قصيرة ومتنوعة زي عشوائيات كده بنشر عليها فيديوهات مش محتاجة تتحط في عشوائيات لأن محتواها مفهوش بضعة فبعملها فيديوهات أقصر من دقيقة بتنسوش تشيركوا فيها من الرابط الموجود في صندوق الوصف